اهلا بحضراتكم التواطية مستمرة على القاهرة الإخبارية وأقل من ساعة فقط تفصلنا عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إلى حجز التنفيذ اهلا بحضراتكم اشتركوا في القناة اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ولبنان وفقا على اتفاق وقف إطلاق النار وفي كلمة له أفد بايدن بأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر اليوم أضف رئيس الأمريكي أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان على مدار ستين يوما وشدد على التزام واشنطن بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ الاتفاق مضيحة أنه لن يتم نشر جنود أمريكيين هناك المتحدة الأمريكية وبدعة من كامل من فرنسا وغيرها من الحلفاء عملنا مع إسرائيل ولبنان للدمان أن هذه الترتبات سوف يتم تنفيذها بالكامل وأن هذا الاتفاق سوف ينفذ كاملاً ولن يكون هناك قوة أمريكية تنتشر في الجنوب لبنان هذا أيضاً التزام أمام الشعب الأمريكي أن لا يكون هناك قيش أمريكي في هذه الأماكن بدلاً من هذا مع فرنسا وغيرها من الحلفاء سنقوم بتوفير المساعدة لتأكد من أن هذا الاتفاق سوف ينفذ كاملاً وبشكل فعال دعوني أكون وضحاً إذا حزب الله أو أي شخص أو هي أخرى قامت بكسر هذا الاتفاق فإن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها بما يتزامن مع القنون الدولي هذا وقد تم الكشف عن الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان حيث يدعو الاتفاق حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في الأراضي اللبنانية إلى عدم القيام بأي عمل هجومي ضد إسرائيل في المقابل لن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان بما في ذلك على الأرض وفي الجو والبحر الاتفاق يؤكد كذلك على اعتراف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 17-01 وللمزيد من التحليل ينضم إلي من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام بداية دكتور بعد التحية إعلان رئيس الأمريكي جو بايدن عن الاتفاق قبل أقل من شهرين من مغاترته للبيت الأبيض كيف قيمت هذا الاتفاق في هذه الفترة الحساسة؟ كل التحية لكم ولمشاهد القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر الحقيقة إنها ربما تكون من النوادر التي تشهدها السياسة الأمريكية بأن ينجح رئيس منتهية ولايته في تحقيق اختراق لافت في أزمة من الأزمات الدولية للمرة الأولى الرئيس الأمريكي يحدث اختراقا في أزمة الشرق الأوسط التي كان كثيرون يعولون على الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة كما هو الحال في كافة الأزمات والصراعات والنزاعات الدولية المفتوحة حاليا كالصراع في أوكرانيا وغيره من الأزمات لكن يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن أرادت أن تستثمر فيما تبقى لها من علاقات مع الحكومة الإسرائيلية خاصة بعد الدعم العسكري والسياسي غير المحدود الذي قدمته إدارة بايدن لنتنياهو فضلا عن وجود ظروف ضاغطة حملت الإسرائيليين أيضا على الانقياد إلى هذا الاتفاق خاصة كما ذكر ننتنياهو أن هناك أزمة حقيقية فيما يتصل بالتجنيد والتسليح إسرائيل تشهد عزوفا عن التجنيد وتراجعا بنسبة 15% في أعداد الذين انخرطونا في صفوف جيش الاحتلال وهناك أيضا نقص في الذخيرة وفي الأسلحة لا سيما في الصواريخ التي تعتمد عليها القبة الحديدية في التصدي للمسيرات والصواريخ التي يطلقها حزب الله وحركة حماس وغيرها من الفصائل الموالية لإيران لذلك اضطرت إسرائيل إلى القبول بوقف إطلاق النار وتذرع ننتنياهو بالتفرغ لإيران وإعادة تسليح الجيش وحشد وتعبئة الجنود علاوة على استعادة الأسرة كما يقول وتفرغ لقطاع غزة ومن ثم يمكن القول أن بايدن ربما أراد له التاريخ أن يسجل ذلك الإنجاز قبل أيام من تركه للسلطة بعد فشل متواصل في التعاطي مع سلسلة من الأزمات والنزاعات الدولية وفي القلب منها ما يجري في الشرق الأوسط صحيح أنه أخفق في غزة لكن نجاحه في لبنان في أيامه الأخيرة ربما يحسب له خاصة إذا ما تم البناء على هذا الاتفاق من أجل التوصل إلى اتفاق مماثل بالنسبة لقطاع غزة نعم دكتور في تقديرك كيف يمكن للولايات المتحدة استخدام هذا الاتفاق من أجل تعزيز دورها كلاعب رئيس في حل الأزمات الأقليمية هنا في الشرق الأوسط بداية يجب الاعتراف بأن الولايات المتحدة هي فاعل رئيس ليس فقط في أزمات الشرق الأوسط وإنما في الأزمات الدولية قاطبة وذلك لأننا نعيش الزمن الأمريكي يعني شاء كثيرون أم أبوا ورغم تطلع الصين والروسيا والهند إلى أن تكون قوى عظمى فاعلة نظل في الزمن الأمريكي وتظل الولايات المتحدة هي القطب العالمي الوحيد المهيمن وهذا يجعلها دائما مفتاح الحل في كل الأزمات والنزاعات والصراعات بالنسبة للشرق الأوسط معروف أنه منذ أزمة السويس عام 1956 وانسحاب بريطانيا من قيادة النظام الدولي وتواري فرنسا وراءها وصعود الولايات المتحدة كقطب عالمي مؤثر إلى جانب الاتحاد السوفيتي ورثت الولايات المتحدة عن بريطانيا النفوذ والتأثير في منطقة الشرق الأوسط لذلك منذ هذا التاريخ يمكن القول أن مفتاح الحل للنزاعات يظل بيد الولايات المتحدة إلى حد كبير حتى أنه بعدما فشل بايدن في إنهاء العدوان على قطاع غزة كان الرهان على إدارة ترامب من ورائه ما يعني أنه تتبدل الإدارات والشخصيات والرؤساء بينما تظل الولايات المتحدة هي العنوان الذي يقصده الكثيرون لتسوية النزاعات بايدن أيضا أثبت أن بمقدور الإدارة الأمريكية حتى ولو كانت ضعيفة أن تحدث اختراقا في أزمات الشرق الأوسط لا سيما وأنها كانت داعما عسكريا وسياسيا وديبلوماسيا قويا واستخباراتيا أيضا لنتنياهو وما كان له أن يفعل ما فعله في لبنان وفي غزة من دون ذلك الدعم الأمريكي دكتور ترى إلى من ينسب هذا الاتفاق قرب رحيل بايدن أم قرب مجيء ترامب لمن تهدي إسرائيل أو تل أبيب هذا الاتفاق الحقيقة إن إدارة ترامب التي تتشكل الآن لم تكن بعيدة بنسبة 100% عما يدور صحيح أننا لازلنا في عهد بايدن الذي سينتهي في العشرين من يناير لكن هوكوشتاين حصل على تفويد أيضا من ترامب وكان ترامب يبارك كل تحركات هوكوشتاين وتحركات إدارة بايدن فيما يخص الأزمة اللبنانية كما أن نتنياهو أيضا يخطب أو يضرب أصفرين بحجر واحد هو يريد أن يكافئ بايدن على الدعم العسكري واللوجيستي والاستخباراتي والاقتصادي غير المحدود له طيلة الأعوام الأربعة المنقضية وفي ذات الوقت يريد أن يماهد السبيل لترامب بأن يأتي على وقع إنجاز أمريكي فيما يخص إنهاء العدوان على لبنان لذلك يمكن القول إن نتنياهو يهدي هذا الإنجاز لكل من بايدن وترامب على السواء حتى يستطيع أن يستثمر في الإدارة المقبلة لجهة غزة وإيران لا تزال هناك ملفات مفتوحة غزة، إيران، العراق، اليمن في كل هذه الملفات تحتاج إسرائيل وحكومة نتنياهو إلى دعم أمريكي من الإدارة الحالية والمقبلة ولذلك يمكن القول إنه قدم اتفاق لبنان قرباناً للإدارتين الحالية والمقبلة حتى يتمتع ببعض حرية الحركة الإضافية في التعامل مع باقي الملفات المفتوحة إذن ما هي سيناريوهات المحتملة للالتزام بهذا الاتفاق؟ طبعاً أي اتفاق بين إسرائيل وأي طرف عربي يحتاج إلى ضامن لأننا كما نعلم إسرائيل لا تلتزم العهود وفي ذات الوقت هي تخرق الاتفاقات وتتذرع بأي ذرائع أو تختلق حتى الذرائع من أجل التمرد على الاتفاقات والعودة مجدداً إلى الحرب لذلك نبحث دائماً ونتساءل عن الضامن لاستمرار الاتفاق وتفعيل الاتفاق والالتزام به الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة موجودون في هذا الاتفاق وسيتكفلون بإلزام إسرائيل على المضي قدماً في الاتزام بهذا الاتفاق وكذلك الطرف اللبناني سواء كانت دولة لبنانية أو حزب الله لذلك أتصور أن بعض جوانب النجاح توفرت لهذا الاتفاق وإن كان ملغوماً بمسألة السماح لإسرائيل باتخاذ إجراءات للدفاع عن نفسها حالة شعورها بأن حزب الله يعاود الكرة لتهديدها أو لتوجيه ضربات لها لأن هناك ضبابية بشأن تحديد الحالة التي يعني يحق لإسرائيل فيها توجيه ضربات داخل لبنان أو القيام بعمليات داخل لبنان فيما يسمى حق الدفاع عن النفس من يحدد حق الدفاع عن النفس؟ من يحدد الحالة التي يجب أن تدخل فيها إسرائيل؟ قد تدخل إسرائيل بلا مبرر وتدعي أنها اكتشفت محاولة من حزب الله لتهديد أمنها أو أشياء من هذا القبيل يبدو أن إدارة بايدن أرادت أن تسترضي نتنياهو قدر المستطاع بمنحيه حق تحرك حالة الشعور بأن تهديداً من لدن حزب الله يستهدف دولة الاحتلال لذلك يمكن القول أن هذا الاتفاق رغم وجود الضمانات والضامنين إلا أنه يظل ملغوماً لأنه لا يحرم دولة الاحتلال كلية من معاودة العمل العسكري مجدداً بذريعة الدفاع عن النفس أو التصدي لأي محاولات من حزب الله لتجديد المواجهات دكتور في ظل غياب ثقة بين الأطراف كيف تقدر أنت في تقديرك وجود التزام حقيقي بالهدنة أو بوقف إطلاق النار إذا صح التعبير وما العوائق التي ربما تواجه الالتزام بمثل هذا القرار طبعاً مسألة أزمة الثقة هي أمر متجذر ما بين إسرائيل ومحيطها وذلك يعود لسوابق تاريخية إسرائيل لا تحترم المواثيق ولا العهود ولا القانون الدولي ولا الشرعية الدولية ودائماً ما كانت تتمرد على كل القرارات الأممية والمواثيق والاتفاقات وسرعان ما تنتهكها وتخرقها وكانت تختلق الذرائع التي تسوغ لها هذا الأمر لذلك الجميع يعني يتوجس خيفة من احتمالات التراجع أو الانتكاسة في هذا الاتفاق خاصة وأن الطريقة التي تحدث بها نيتنياهو حينما أعلن عن التوصل إلى الاتفاق كانت مستفزة للغاية وتطوي بين ثناياها احتمالات تفخيخ أو تفجير ذلك الاتفاق كان يقول أنا الذي فرضت هذا الاتفاق بالقوة وأنا الذي فرضت إرادتي على الطرف الآخر وأن الأفضل الاتفاق هو الذي نفرضه نحن على الآخرين ونحن مستعدون لمواصلة العدوان في أي لحظة وسن تفرغ للجبهات الأخرى يعني كان حديث الحرب طاغيا على حديث السلام والتسوية والتهديئة ووقف النار وإبرام الصفقات ما يعني أن نيتنياهو لا يزال متحفزا ولا زال يرى في استمرار العدوان وسيلة للهروب إلى الأمام سواء من المحاكمات في داخل إسرائيل أو من الملاحقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية أيضا من ضمن الأمور التي قد تعقد الموقف وتبعث على القلق أن الولايات المتحدة انحازت إلى الجانب الإسرائيلي بشكل كبير حينما رضخت لمطالباته بمنحه حق التدخل حين شعور بأن أمن دولة الاحتلال سيكون مهددا أو أن حزب الله سيعاود الكرة مجددا ولم يتم تحديد هذه الحالات ولم يتم وضع جهة محايدة تحدد متى وكيف وهل يستدعي الأمر معاودة التدخل الإسرائيلي في لبنان أم لا وإنما ترك الأمر لدولة الاحتلال لتقدر الموقف استراتيجيا وكما نعلم دولة الاحتلال ليست بالحكمة أو الإنصاف أو الموضوعية التي يمكن الرهان عليها في هذا المدمار أيضا حرصت دولة الاحتلال على مواصلة العدوان حتى اللحظات الأخيرة والالتزام بوقف إطلاق النار سيكون في العاشرة من صباح اليوم معنى ذلك أن أمامنا ساعات يمكن أن يتبادل فيها الطرفان العمليات العسكرية وإسرائيل محترفة في مسألة القيام بعمليات عسكرية حتى اللحظات الأخيرة من أجل تغيير الأوضاع على الأرض أو تكبيد الطرف الآخر أكبر خسائر ممكنة لكسر إرادته ما يعني أننا كان من الأفضل أن يتم وقف إطلاق النر والالتزام به فور الإعلان أو بعده بساعات قلائل وليس فتح الأمور حتى العاشرة من صباح اليوم لأنه قد تجري مياه كثيرة طوال هذه المدة خاصة وأن الاحتلال يمعن في التنكيل بلبنان وكأنه ينتقم للتوصل إلى هذا الاتفاق دكتور يعني إذا ربطنا اندلاع الحرب في لبنان بالحرب في غزة إلى أي مدى يمكن أن نربط أيضا الفكرة أو التقرب من وصول عقد لوقف إطلاق النار في غزة كما حدث في لبنان اليوم طبعا اشتعال الجبهة اللبنانية كان ناجما عن تفجر جبهة غزة بالأساس يعني لا ننسى أن حزب الله فتح جبهة جنوب لبنان كجبهة إسناد في الثامن من أكتوبر 2023 أي في اليوم التالي الذي بدأ العدوان الإسرائيلي فيه على قطاع غزة فكانت جبهة إسناد وكان الوضع في لبنان نتيجة لما يدور في قطاع غزة أما وأن جبهة لبنان ستتوقف ونأمل ذلك ربما يماهد ذلك السبيل أو يركز الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خاصة أن نتنياهو يستطيع أن يدعي أنه نجح في فك الارتباط ما بين المسارين أو ما بين الجبهتين يستطيع أيضا أن يروج لأنه أجهز على استراتيجية وحدة الساحات ولو مؤقتا أن جبهة لبنان توقفت ويستطيع بذلك أن يفصل لبنان عن غزة أيضا الحديث عن غزة لا يزال موصولا لكن ربما يكون من الصعوبة بمكان إدراك اتفاق بشأن غزة في ظل إدارة بايدن التي لم يتبقى لها سوى أسابيع قلائل ربما تكون هذه الجهود منصبة على إدارة ترامب التي يمكن أن تمارس ضغوطا أقوى على نتنياهو لحمله على التوقف والتراجع لأن خطاب نتنياهو أثناء الإعلان عن القبول بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية كان مفعما بالرغبة في الانتقام والتصعيد في قطاع غزة حتى أنه قال أن وقف الحرب على جبهة لبنان سيتيح لجيش الاحتلال مواصلة العمليات في غزة وضد إيران بالطبع ولذلك أتصور أن جبهة غزة ربما تشهد مزيدا من الاشتعال لكن هذا الاشتعال سيكون موقعا إلى حين ما جاء إدارة ترامب لأن نتنياهو ربما يريد التنكيل ومزيد من التنكيل بالفلسطينيين في غزة أملا في فرض واقع جديد وهو تحدث عن الشرق الأوسط الجديد وقال نحن نغير الشرق الأوسط وكان سموتريتش وزير المال الإسرائيلي اليميني الصهيوني المتطرف يطالب بإعادة احتلال قطاع غزة وتصفية نصف سكانه إما بالقتل أو بالتهجير ما يعني أن هناك انشغال إسرائيلي بالمسألة الديمغرافية وهناك رغبة في استغلال العدوان الحالي على قطاع غزة من أجل معالجة الخلل الديمغرافي سواء بإجبار الفلسطينيين على الرحيل أو بتصفيتهم جسديا كما ذأبت دولة الاحتلال حتى منذ قبل إنشائها منذ العصابات الصهيونية التي كانت تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية قبل العام 1948 كان الهدف تخيير الفلسطينيين ما بين الهجرة الجماعية القصرية أو الإبادة أملا في إحداث خلل ديمغرافي لمصلحة اليهود لذلك يمكن القول أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مزيد من التصعيد في غزة لكن هذا مرتهن بعودة ترامب الذي ربما يستطيع أن يمارس ضغوطا أكبر على نتنياهو أو يتوصل إلى صفقة سريعة حتى ولو كانت مجحفة بحق الفلسطينيين طيب دكتور ما الذي قدم لنيتنياهو في هذه المفاوضات من الولايات المتحدة جعله يقبل بوقف إطلاق النار ولم يقدم له حتى ولو من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة أولا يجب أن نشير إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة في جبهة لبنان سواء على الصعيد الخسائر البشرية أو على صعيد المعدات والأجهزة والتجهزات القتالية هذه الخسائر البشرية تزامنت معه كما ذكرنا نزيف في التجنيد هروب من التجنيد عزوف عن الالتحق بالقتال الفشل في تجنيد الحريديم كان نتنياهو يراهن على تجنيد ما بين ثلاثة إلى ستة آلاف حريديم لكنه فشل ولم يجند سوى بضع مئات قليلة لذلك هناك خلل حقيقي إلى جانب عجز الأسلحة والذخيرة والصواريخ فكل هذا دفع بجيش الاحتلال إلى سد فغرة لبنان فضلا عن ملاحقة نتنياهو جراء جرائم الحرب التي ارتكبها كل ذلك شكل ضغطا على جيش الاحتلال وجعله ينصد إلى نداءات التوقف بالنسبة للبنان حصل نتنياهو أيضا على دعم أمريكي أو حوافز أمريكية تتمثل فيه وعود بدعم عسكري يتمثل فيه منظومات تسليحية وصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي والقبة الحديدية علاوة على الذخيرة المختلفة من أعيرة مختلفة للدبابات والمدافع فضلا عن دعم مالي ومواصلة الدعم السياسي لدولة الاحتلال خاصة وأن نتنياهو الآن يلاحق دوليا بسبب ممارسته جرائم حرب واتهمه أو نعتيه كمجرم حرب لذلك الولايات المتحدة تشنوا حربا شعواء ضد المحكمة الجنائية الدولية وكل من يتعاون معها وتمارس إرهابا حقيقيا في هذا المدمار لحماية نتنياهو من الملاحقة أو التوقيف في أي عاصمة يذهب إليها ومن ثم يمكن القول أن نتنياهو قد حقق مكاسب لا يستهان بها أولا تجنيب جيش الاحتلال مزيد من الخسار البشرية والمادية ثانيا الحصول على الدعم المطلوب عسكريا من الولايات المتحدة ثالثا الاحتفاظ بالدعم السياسي والقانوني من قبل الولايات المتحدة بما يتيح له التفرغ لجبهة إيران وجبهة غزة طيب ونحن في صدد يعني بعد دقائق ربما أو ساعات قليلة يتم وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار هل تعتقد أنه ربما ينجح هذا القرار أم أن المقاومات العديدة ربما تعمل على عدم إكماله هناك رغبة عالمية وإقليمية من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان يجب أن لا ننسى أن لبنان مختلفة عن جبهة غزة لبنان دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة أيضا للبنان علاقات وصداقات مع أطراف حتى غربية لسيما فرنسا وكانت فرنسا هي المحرك الأساس لهذا الاتفاق منذ البداية وسعد بدأب من أجل إدراك هذا الاتفاق وهي إحدى الأطراف الضامنة له يجب أيضا أن لا ننسى بأن الهجرة التي بدأ يشهدها لبنان والنزوح بدأ تنعكس على دول الجوار وكان هناك حالة من الإطراب الإقليمي الواسع بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وكان المجتمع الدولي قلقا للغاية جراء ذلك العدوان وكان هذا من بين العوامل التي ضغطت على دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو من أجل الرضوخ والتراجع أيضا كان جيش الاحتلال حقق إنجازات عسكرية ميدانية على الأرض بتصفية قيادات حزب الله من الصف الأول والثاني وتوجيه ضربات موجعة لقدراته العسكرية الضاربة مما أعداه سنوات إلى الوراء صحيح أن الحزب لازال يحتفظ بصواريخ دقيقة التوجيه تستطيع الوصول إلى العمق الإسرائيلي في مناطق متفرقة لكن ما من شك في أن الحزب قد نزف قيادات وقدرات عسكرية عديدة جراء الضربات الموجعة لكن كانت هناك رغبة دولية جامحة في ضرورة وقف هذا العدوان على لبنان مخافة أن تتسع دائرة المواجهات لتشمل دول أخرى خاصة أن هناك حديث عن سوريا هناك حديث عن العراق وإسرائيل الآن تهدد العراق بمزيدنا العمليات وكان خطاب نتنياهو الأخير تضمن تهديدات واضحة لسوريا والعراق وقال نحن نحارب في سبع جبهات ولم يستثني منها جبهتي سوريا والعراق كل ذلك كان يشي بإمكانية توسيع نطاق الحرب لتصبح حربا إقليمية قد تتدحرك إلى حرب عالمية متزمنة مع الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تنتهي بعد لكن الاتفاق كما ذكرنا لا زال ملغوما ويطوي بين ثنياء بعض العوامل التي تفخخه وما لم تظل الرعاية الأمريكية والدولية لهذا الاتفاق والضغوط على حكومة نتنياهو لعدم النقوص أو التراجع في أي لحظة من اللحظات نعم دكتور بشير عبد الفتاح الباحث السياسي والكاتب بجريدة الأهرام ابقى معنا لعرض بعض من الأخبار والتعليق عليها بينما كما نتابع الآن أنا وإياك والمشاهدين صور حية ومباشرة من مدينة بيروت لقصف إسرائيلي على أكثر من منطقة وتصاعد لألسنة الدخان من عدة مناطق كما هو واضح بالصورة قبل ساعات قليلة تفصلنا عن بداية تنفيذ القرار نعم صحيح أكثر البراء كانت اليوم على الأرسنة والله يعمل تنفيذ القرار وفي البراجين واضح هذه المراجين تنفيذ القرار وفيها البعين أكثر من البعين الله من المطقة من المطقة من المطقة من المطقة إذن مشاهدي ومتابع القاهرة الإخبارية هذه صورة حية تأتينا من العاصمة اللبنانية بيروت حيث تأتي هذه الصورة الحية لقصف من الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق عدة في العاصمة اللبنانية بيروت قبل دقائق ربما نحو ثلاثين دقيقة فقط من بداية وقف قرار إطلاق النار في المنطقة الذي تم برعاية أمريكية وكما نشاهد في الصورة الحية والمباشرة التي تأتينا من لبنان تحديدا من مدينة بيروت العاصمة السنة الدخان التي تتصاعد نتيجة لوابل من الصواريخ الذي أطلقته القوات الإسرائيلية على بيروت أترككم قليلا مع الصورة آرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في بلاده قال ميقاتي إن هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار يعتبره خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ميقاتي ورئيس الأمريكي جو بايدن حيث أعرب ميقاتي عن شكره للولايات المتحدة وفرنسا على مساعيهما لوقف إطلاق النار في لبنان مؤكدا أنه سيساهم في عودة النازحين إلى قراءهم ومدنهم إرساءا للاستقرار الإقليمي وجدد تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليوني فيل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستكون فقط لاغراض استخباراتية ومراقبة واستطلاع فقط ولن تخترق حاجز الصوت اشتركوا في القناة 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 وبعد هذا العرض ينضم الي مرة اخرى لاستكمال الحديث دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالاهرام من القاهرة وايضا ينضم الي من واشتركوا في القناة والباحث السياسي والخبير في الشؤون الامريكية للمزيد من التحليل والاستخدادات حول المستقدات حول المستقدات الآن على هذه الساعة يعني سيد ألدا أبدأ معك إن كنت من واشتنطن كيف تابعت آخر المستقدات وأهم ما استقيت من تلك المواطيات التي لدينا أهلا وسهلا أود أن نحيي دكتور بشير وأسعد دائما بأن أكون معه في هذه الحوارات التحليلية هنا في واشتنطن هناك نوع من الآمال انبعذت لدى بايدن ولدى الديمقراطيين وهم يودعون الحكم في أمريكا مع هذا الاتفاق الذي أبرم وطبعا خرجت بايدن لم تتم إلا بعد أن خرج نتنياهو جهارا نيارا وقال بأنه يلتزم بالاتفاق بعد أن تباهى وتفاخر كثيرا لكن أيضا الصحف الأمريكية والإعلام الأمريكي تحدث أن نتنياهو قام بهذا الاتفاق رغبة منه في تقديم نوع من الإرضاء لترامب قبل أن يدرج إلى البيت البيضاوي خصوصا أن ترامب لديه آمال في أن تنتهي الحرب في لبنان وبالتالي وكأنه قدم له هدية قبل أن يدخل إلى البيت البيضاوي وبالتالي هذا ما تحدث عنه الإعلام الأمريكي هنا رغم محاولة بايدن أن يقول بأنه كان المشرف على هذا الاتفاق والمهندس الرئيسي له بالتالي بين محاولة كل طرف أن ينسب النجاح إلى صالحه عموما بين الاتفاق قد تم طبخه لكن مخاو دائما من أن تكون هناك أي تراجع من قبل إسرائيل عن هذا الاتفاق خصوصا أن هناك طائرات وهناك انفجارات أشرت إليها قبل ساعات أو قبل لحوات من دخول الاتفاق أحيث التنفيذ نعم سيد ألدا كيف يمكن للولايات المتحدة استخدام هذا الاتفاق لتعزيز دولها كلاعب رئيس في حل الأزمات الإقليمية ليست الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن ولكن يمكن أن نقول الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب لأن بايدن الآن أصبح خارج الحسابات وهذا الاتفاق متنازع عليه بينه وبين ترامب وأعتقد أنها ستحاول الإدارة الأمريكية في لحظاتها الأخيرة وهذا ما أشار إليه بلينكين من أن يكون لديهم نوع من الطموح في أن يكون هناك اتفاق مماذي لما حدث في غزة وكان هذا حديث أشار إليه بلينكين ولكن لا أعتقد أن اتفاقا في غزة سيتم خصوصا في ظل عدم وجود ضغط كبير جدا نتحدث عن فرنسا كانت تضغط بقوة على أمريكا من أجل أن يكون هناك إبرامب لاتفاق بما يتعلق بلبنان ونعرف مدى الصلاة القوية بين فرنسا وبين لبنان بشكل عام وكانت هناك مطالبات بأن يكون هناك انتخاب للرئيس اللبناني واستغلال الاتفاق الحالي بالتالي أعتقد أن الإدارة الديمقراطية ليست لديها أي نوع من التعرف ما بعد هذا الاتفاق الذي هو اتفاق كان نقول بأنه شكل طوق نجاة ونوع من مسح مائي الوجه لبايدن المحبط حاليا والديمقراطيون لديهم إحباط أكثر أستاذ ألدى أتوجه بسؤالي إلى ضيفي من القاهرة أرحب بك من جديد سيد بشير دكتور يعني كيف لهذا الاتفاق أن يغير موازين القوة الداخلية وما تأثيره على حزب الله أيضا اسمح لي بداية أن نرحب بالدكتور يعقود لانضمامه إلينا في هذا الحديث الثري حقيقة من شأن هذا الاتفاق إذا ما كتب له النجاح والاستمرارية أن يلقي بظلاله على الداخل اللبناني بشكل كبير ما إن تضع هذه الحرب أو زارها حتى يبدأ الجدل السياسي داخل لبنان عن مستقبل دور حزب الله ما بين السياسة والعسكرة خاصة وأن الجيش اللبناني من المفترض أنه سيستعيد دوره وسينتشر في الجنوب الذي كان يمثل الساحة السياسية والعسكرية بالأساس لحزب الله والتي كان الحزب يستثمر أداءه العسكري والميداني فيها سياسيا من خلال الانخراط في العمل السياسي والذي نجح أمينه العام الراحل حسن نصر الله في استثمار العمل الميداني العسكري سياسيا من خلال الدخول إلى البرلمان والمشاركة في الحكومة وأن يكون للحزب صوت مؤثر في كل مسارات العمل السياسي الداخلي في لبنان هذه الأسئلة ستطرح ما هو الدور المستقبلي لحزب الله هل سيتحول إلى حزب سياسي لا ذراع عسكري له ولا دور ميداني أم أنه سيعيد رص صفوفه وبناء هيكله المؤسسي مجددا وترميم العلاقة مع إيران في المقبل من الأيام أسئلة عديدة ومعقدة والإجابة عليها ربما تكمن في باطن الأيام المقبلة وعلى ما سوف تنتهج إيران من سياسات حيال الولايات المتحدة وإسرائيل في القادم من الأيام هل ستتراجع إيران أو ستجمد ورقة الوكلاء أو البروكسيز في سياستها الإقليمية بمعنى أنها ستتوقف عن تسليح وتمويل حزب الله وغيره من الفصائل واستخدامهم ضمن استراتيجية الدفاع الأمامي التي كانت تتبعها طهران خلال السنوات الماضية وممارسة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل وحلفائها في المنطقة وستلجأ إلى وسائل وأدوات أخرى أم أنها ستعاود استخدام هذه الورقة إذا ما شعرت بالإحباط وأنها محاصرة وأنه لا أمل في مفاوضات أو التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال والطرف الأوروبي الأيام المقبلة قد تقدم إجابة على هذا التساؤل لكن لبنان بحاجة إلى إعادة بناء هيكله السياسي مجددا انتخاب رئيس حكومة تعبر عن كل ألوان الطيف السياسي إعادة بناء السياسة في الداخل اللبناني بما يتوافق مع هذا الواقع الجديد إذا ما أريد للبنان أن يعبر هذه الحقبة السوداء من تاريخه أيضا تظل إسرائيل لعب غير مباشر في الساحة اللبنانية هناك ستون يوما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها بسحب قواتها من لبنان هذه المدة ليست بالقصيرة وربما يدور خلالها أحداث قد تحدد مصير ذلك الاتفاق الذي يظل حبرا على ورق حتى الآن ولم يدخل حيز التنفيذ قبل العاشرة من صلاح اليوم كما ذكرنا أيضا نتنياهو لازال يحتفظ بحق التدخل وكما ذكرنا لا توجد ألية واضحة تحدد نوعية وطبيعة الانتهاكات التي قد ترتكب من قبل حزب الله أو من قبل الدولة اللبنانية بما يستوجب تدخلا إسرائيليا يعني يبدو أن هناك انحياز واضح من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل فيما يخص إمكانية معاودة العمل العسكري في لبنان مجددا وكأن إدارة بايدن تقول لنتنياهو تستطيع أن تسوق داخليا بأن الساحة اللبنانية لا تزال مفتوحة أمامك وتستطيع العودة إليها في أي وقت إذا ما شعرت أنك تحتاج إلى ذلك وطبعا هذا يمثل تفخيخا لذلك الاتفاق أيضا الداخل اللبناني بحاجة إلى إعادة الأعمار بحاجة إلى صندوق لحجد الدعم الدولي في هذا المدمار لأن حجم الخسائر والدمار والخراب كان كبيرا هذه المرة محاولة إنعاش الاختصاد اللبناني وضخ الدماء في شرايينه حتى يستطيع لبنان أن يعود مجددا إلى الساحة الدولية نعم سؤالي إلى أستاذ ألدا في واشنطن يعني وقبل ربما أقل من عشرين أو خمسة عشر دقيقة ونشاهد أيضا السنة الدخان ما زالت ترتفع أثر القصف الإسرائيلي على لبنان تحديدا مدينة بيروت العاصمة يعني لما كل هذا القصف والتصعيد قبل دقائق من إعلان الموعد لتنفيذ القرار سيد ألدا أنا أقتبس من دكتور باشير وهو أن نتنياهو فعلا نتيجة لهذا الضوء الأخضر الذي حصل عليه بالتدخل متى أراده ويريد أن يدخل إلى الاتفاق بأقصى ضربات ممكن أن يواجهها حاليا إلى الضحية الجنوبية وأن يستهدف العديد من المنشآت لحزب الله قبل أن يلتزم بالاتفاق وربما أيضا محاولة اغتيال شخصيات من الصف الثالث أو الثاني من حزب الله القيادات المحسوبة عليه وربما أيضا ما يتم تسويقه سويقها من قبل في الإعلام الإسرائيلي عن استهداف منشآت يوجد تحتها الأموال الكبيرة التي كانت لدى حزب الله وكان يستخدمها في منظمة النور وغيرها من هذه الأمور بالتالي أعتقد أن تكثيف هذه الضربات يدخل في هذا الإطار ويريد أن يظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي بأنه الرجل القوي وبأنه يوجه الضربات قبل أن يدخل في هذا الاتفاق الذي يبدو بأنه أعتقد أنه لن يلتزم به طويلا خصوصا أننا استمعنا إلى بعض الامتعاض من قيادة حزب الله ممثل في نائب مكتبه السياسي ولديهم ملاحظات على هذا الاتفاق لكن أتفق مع دكتور بشير حزب الله عليه أن يلتزم بهذا الاتفاق مرحليا لأن لبنان لا بد أن يتنفس لا بد من إعادة الإعمار ولا بد من وضع خطة سياسية لدى السياسيين اللبنانيين من أجل انتشار البلد والعودة بالروح يريدها هذا البلد الذي طالما تألم من الحروب ومن المشاكل الكثيرة جدا تبقى هناك فزاعة نزع سلاح حزب الله وأن يبتعد إلى ما بعد الليطان هي خطوات ربما ستكون الأيام القادمة ستحدد إن كان سيلتزم بها أيضا مدى العلاقة بينه وبين إيران هل سيكون هناك جسر للهوى بينه وبين إيران وتبقى العلاقات وطيدة أم أن التواجد الإسرائيلي لمدة ستين يوما سيغير ملامح وسنشاهد استهدافات مستمرة وعدم التزام بهذا الاتفاق التعويل هنا فقط على فرنسا التي ينظر إليها من قبل اللبنانيين بأنها ستحفظ لهم حقوقهم في ظل هذا الاستفاف الأعمى من قبل الإدارة الأمريكية مع إسرائيل وشخصيا أظن بأن هذا الاتفاق لن يصمد طويلا بسبب رعونة نتنياهو ومحاولة إظهاره لنفسه في الداخل الإسرائيلي بأنه الملك الذي يحمي إسرائيل كما يلقب نفسه دائما ستون يوما حتى الخروج الكامل من الأراضي اللبنانية وقت ليس بالقليل ولكن هل تلعب اليونيفل القوة والقدرة ميدانيا في تقديرك على ضمان الالتزام بالاتفاق حيث أعلن أيضا في نظير آخر أو في وضع آخر بايدن عدم نشر قوات أمريكية في المنطقة هذا هو المشكل لأن اليونيفل استهدفت من قبل في المواجهات الأخيرة استهدفت من قبل إسرائيل وتم طلب من إسرائيل لليونيفل بأن تغادر أمكرة معينة ولا أعتقد أن مظلة اليونيفل ستحمي هذا الاتفاق في ظل عدم وجود قوات أمريكية وكان فعلا أمريكا كما أشار الدكتور بجير تحاول أن تقول إسرائيل ادخلي في لبنان واستبيعي أرضه متى رأيت بأن ذلك مناسبا وبالتالي اليونيفل تقف عاجزة جدا وحتى الأمم المتحدة التي يتكالب عليها الإسرائيليون والأمريكيين لا تستطيع أبدا أن تقدم أي خطوات خصوصا ما بعد المذكرة التي تم إصدارها باعتقال نتنياو بالتالي أعتقد أن الأمر يتعلق فعلا بمدى إرادة نتنياو أن يلتزم بهذا الاتفاق وبمدى صبر وحكمة حزب الله أن يلتزم بالاتفاق وأن يحاول قليلا أن يحبس أنفاسه من أجل أن يتواصل مع السياسيين اللبنانين وتستعيد لبنان عافيتها وكذلك يعيد الحزب مراجعة حساباته السياسية وهل سيتحول فعلا إلى فيصل سياسي أم أنه سيظل يصر على الزناد بجانب المظلة السياسية هي أمور متشابكة ويمكن أن أقول بأن الستين يوما ستحدد المسار المستقبلي قبل أن يدخل ترامب إلى البيت البيضاوي في عشرين يناير نعم وضحت الفكرة دكتور أو أستاذ ألدى سؤالي إلى القاهرة حيث دكتور بشير هل تتفق مع ما تحدث عنه أستاذ ألدى من واشنطن حول عدم ثقته أو التخوف الكبير من عدم الالتزام بهذا المثاق في ظل غياب الثقة بين الأطراف المتفقة نعم أتفق مع دكتور يعقوب وأضيف عدة نقاط أولاها أن دائما جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحتفظ بالطلقة الأخيرة أو القذيفة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار على مدى تاريخ الصراعي العربي الإسرائيلي وفي كل دعوة لوقف إطلاق النار تضطر دولة الاحتلال إلى الالتزام بها كانت حريصة على الاستمرار في توجيه الضربات والطلقات حتى آخر لحظة حتى يحسب لها دائما أنها صاحبة الطلقة الأخيرة ونتنياهو دائما يحرص على ذلك ليحتفظ بالمبادرة ويبعث برسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأنه قادر ومستعد لمواصلة العدوان في أي لحظة ويوجه رسالة إلى الطرف الآخر بأن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ليست مسألة حتمية أو إجبارية وإنما هي قادرة على معاودة العدوان في أي لحظة وأن يدها دائما ستظل على الزناد أيضا وجود ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية سيشكل ضغطا على قوات اليونيفيل لا سيما وأن هذه القوات من حيث العدد والعتاد ربما لا تؤهل هذه القدرات لممارسة دورها على النحو الأكمل في ظل ما تعرضت له من اعتداءات إسرائيلية وتهديدات وعمليات ترويع أدانتها الأمم المتحدة بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية الضغط الذي ستتعرض له هذه القوات طوال ستين يوما ربما يجعلها عاجزة عن مباشرة دورها على النحو المطلوب لذلك كان من المطلوب أن يتم اختزال هذه المدة لأقل من ذلك بكثير لأن تمركز القوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان طوال ستين يوما بينما جبهة غزة لا تزال مشتعلة مع وجود تهديدات من إيران بالرد على العدوان الإسرائيلي الأخير وتعاهد نتنياهو بالرد على الرد كل ذلك يبقي لبنان بيئة ساخنة ملغومة قابلة للاشتعال في أي لحظة إذا ما أضفنا إلى كل ذلك أجواء عدم الثقة التي أشرنا إليها أتصور أن هذا الاتفاق سيظل دائما على المحك وأقصى ما يمكن أن تطلع إليه أن يصمد حتى مجيء إدارة ترامب على أمل أن ينجح ترامب في إقناع نتنياهو بالالتزام بهذا الاتفاق قدر المستطاع مع تمهيد السبيل لإحداث اختراقات أخرى سواء على صعيد جبهة غزة أو فيما يخص إيران أو سوريا والعراق واليمن لأن نتنياهو يتباهى دائما بأنه قادر على شن حروب في جبهات سبع وبالمناسبة هناك مغالطة في تصريحات نتنياهو بأنه يحارب على سبع جبهات هو يقوم بتنفيذ عمليات في سبع جبهات ولا يحارب على سبع جبهات لأنه لا يحارب جيوشها النظامية يمكن أن توصف العمليات فيها بأنها حروب وإنما هي عمليات محدودة ومتقطعة لا ترقى إلى مستوى الحرب نعم وضحت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا الدكتور بشير عبد الفتاح من القاهرة الكاتب والباحث السياسي في الأهرام كما أشكر ضيفي من واشنطن على قبول الدعوة وعلى التحليل والفهم الأستاذ ألدا يعقوب الباحث السياسي والخبير في الشهود الأمريكية كما أشكر ضيفي شكرا جزيلا وأشكر المتابعي القاهرة الإخبارية على أيضا متابعة هذا التقرير القادم الصراع بين لبنان وإسرائيل هو العنوان الأبرز في تاريخ أزمات الشرق الأوسط حيث كان الأول هدفا دائما للعمليات العسكرية لجيش الاحتلال منذ ستينيات القرن الماضي بداية الصراع كانت في عام 1968 حينما قامت قوات خاصة إسرائيلية بتدمير طائرات الركاب اللبنانية في مطار بيروت وذلك ردا على هجوم عناصر من مقاومة مقرها لبنان على طائرة ركاب إسرائيلية على متنها 100 شخص في عام 1973 قامت إسرائيل باختيال ثلاثة من قادة الفصائل الفلسطينية بإطلاق الرصاص عليهم في بيروت ردا على مقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبيات ميونخ في عام 1972 كما شهدت الحدود الجنوبية للبنان حينها اشتباكات حادة ما دفع كثيرين من اللبنانيين إلى الفرار من الجنوب وفي عام 1978 قامت إسرائيل بغزو لبنان وأقيمت منطقة الاحتلال في عملية ضد عناصر المقاومة الفلسطينية بعد هجوم شنته المقاومة قرب تل أبيب أصفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين وبالرجوع إلى تاريخ الاكتياحات البرية الإسرائيلية للبنان فقد شهد لبنان واحدة من أعنف وأشرس الحروب في تاريخه الحديث في عام 1982 أو ما يعرف باسم حرب لبنان الأولى حينما شنت قوات الاحتلال هجوما واسعا نطاق على الأراضي اللبنانية وبعد انتهاء الاكتياح أعلن تأسيس حزب الله اللبناني وفي عام 1983 شن حزب الله هجمات ضد قوات الاحتلال بعد قيام إسرائيل بإقامة منطقة احتلال رسمية في جنوب لبنان بعمق لنحو 15 كيلو مترا على الرغم من الانسحاب من وسط لبنان في ذات العام وقد نجح الحزب في قتل العشرات من الجنود الإسرائيليين خلال هذه المواجهات في يوليو عام 1993 أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية باسم تصفية الحساب ردا على هاجمات صاروخية لحزب الله على المستوطنات الشمالية في إسرائيل حيث تم استهداف مناطق في جنوب لبنان ووسطه وشماله وصولا إلى ضواحي بيروت شاركت فيها القوات البرية والجوية وفي ربيع 1996 ومعداء بحزب الله على مهاجمة قوات الاحتلال في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل شنت الأخيرة هجوما استمر 17 يوما في عملية أطلق عليها عن قيد الغضب أدت إلى سقوط عشرات الضحايا وفي عام 2000 أعلنت إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان لتنهي 22 عاما من الاحتلال وقد بلغ عدد القرى المحررة التي كانت وقاعة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر آنذاك 125 قرية وفي عام 2006 أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية استمرت لمدة 34 يوما عرفت باسم حرب تموز ردا على قيام حزب الله بسهداف دورية تابعة لجيش الاحتلال قتل منها ثلاثة وخطف منها جنديان آخران وأصفرت العملية عن ضمار واسع في الجنوب وصولا إلى العاصمة بيروت بالإضافة إلى مقتل 1300 لبناني وفي الثامن من أكتوبر لعام 2023 اندلعت اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال على خلفية العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة زادت حدتها في شهر سبتمبر 2024 عندما قامت إسرائيل بتفجير أجهزة البيجر الخاصة بعناصر تابعة لحزب الله إلى جانب قيام إسرائيل بشني سلسلة من الاستهدافات للضحية الجنوبية للعاصمة بيروت ولقرأة لبنانية أخرى في الجنوب في عملية أطلقت عليها إسرائيل اسم سهام الشمال وأصفرت عن استشهاد المئات وإصابة آلاف آخرين لم يشهد العالم في تاريخه الحديث أزمات كتلك التي يعيشها الشرق الأوسط وأزمات كان الغرب سببا رئيسيا فيها وذلك بدعمه المطلق لإسرائيل والذي كان سببا في دخول الشرق الأوسط في دوائر لا منتهية من الحروب والصراعات والأزمات والسبب معروف للجميع وهي إسرائيل إذن بهذا العرض الذي قدمه لنا زميلي أحمد بشتو نكون قد انتهينا من هذه الساعة ولكن التغطية مستمرة دقائق قليلة تفصلنا عن رأس الساعة القادمة انتظرونا لآخر التحديثات والمستجدات حول الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار اشتركوا في القناة